ما أسعدني أنه فيه مدينة جديدة طلعت اسمها العالمين الجديدة عروس جديد متألقة متأنقة ملكة جمال مدن البحر الأبيض المتوسط العالمين الجديدة قدام حضراتكم المدينة دي يا جماعة المفروض وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة وقصور الثقافة ياخدوا الناس في الرجوم على المدن الزكية سواء في العالمين أو العاصمة أو المنصورة أو سهاج أو أسوان أو إلى آخر دي مدينة كانت المنطقة دي زي ما قلتك كانت منطقة منسية دلوقتي ما يقولك يا جماعة دا الشقة في العالمين مش عارف بكم اليوم دي غالية جد يا عم طيب المنطقة منطقة الغام زمان دا ما كانش فيه مخلوق بيروح هناك حولناها إلى من طراب لدهب مش بيقولك دا فلندة شاطر بيحول التراب لدهب اهو أنا بقولك أنا بقولك اهو وبشكل واضح وبجراءة شريدة جدا اهو الرئيس السيسي دا بمسكو التراب خلى دهب في العاصمة الجديدة وفي العالمين الجديدة الارض اللي كانت موجودة فيه اللي ما كانها دلوقتي العاصمة الجديدة مين كان بيروحها؟ كانت مأوى لللصوص وكانت مأوى للإرهابيين وكانت 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 طول عمرها موجودة لما روحنا هناك وعملنا خطة وتخطيط يلا نشتغل الدولة صرفت جات المستثمرين نشتغلت المتر هناك الباباني مش عارف باربيعين خمسين ألف جنيه حاجة ضخمة جدا يقولك ازاي يا جماعة في الحتة دي؟ اهو في الحتة دي دا الناس ما اشترك؟ اهو نسمعها فلوس الدولة كسبت؟ اهو الدولة كسبت واحد يقول لي يا عم دا مبنى وزارة كذا مكلف قد كده يا جماعة دا ايه؟ ما انا بقول لحضرتك انه الوزارة تتنقل من المكان القديم في القاهرة تروح العاصمة الجديدة والارض بتاعة الوزارة القديمة هستثمر ابيعها اشارك عليها اعمل احول القاهرة الى مدينة تاريخية الناس تيجي تزورها السياحة تشتغل يا جماعة اللي بيحصل في مصر والله العظيم والله العظيم والله العظيم اقسمه بالله العظيم غير مسبوك واقسم بالله العظيم اكبر عملية ظلم تاريخي لما يجري بيجري من هؤلاء الغوغائية اللي بيحاولوا يعزفوا لحن نشاز امام لحن انجازات الدولة المصرية اللي بيحصل النهاردة في مصر في الظل الظروف الضاغطة الصعبة اللي بيمر بها العالم وكل دولة منكافئة على نفسها شغال وعمل انتج واشتغل والناس عاملة تقول يعني ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل في البلد هي البلد هتفلس امتى يا عم انت مستعجل يا عم انت انت تتمنى يعني هي البلد دي هيسددك قروض ده الدولار رايح ده الدولار جاي يا جماعة في فترات البناء البنيان العظيم اللي بيحصل في اي بلد بيحتاج صبر بمثابة مشروع قوم ومحتاج الناس تتلتفة حوله هل انا بسأل سؤال بسيط جدا وبرئ جدا هل فعلا المجتمع والناس كلها ملمومة ومبهورة او مقتنعة او متفهمة ما يجري المشروعات ولا الناس مش فاهمة وبتسأل وعايشين في حيصة بايس طيب اللي بيحصل في مصر دلوقتي اللي انا شايف جزء منه النهاردة اهو قدام حضراتكم هل اللي بيحصل في مصر دهو يعني يستحق الإشادة يستحق ان احنا وضحه للناس طب المشكلة فين ليه الناس مش شايفة لأي الناس شايفة ولا مش شايفة ده سؤال طب شايفة صحة ولا شايفة غلط طب فيه حد بيحاول يشوه ولا مفيش طب فيه شائعات ولا مفيش خلاصة القول لنا النتائج العبرة بايه بالخواتيم بكرة العبرة باللي يضحك في النهاية العبرة باللي يضحك في النهاية وبقول تاني ان شاء الله زي ما كان غندي بيقول في البداية يتجهلونك حتى مهتم بيك ثم يسخرون منك ثم يسخرون منك ثم يسجنوك ثم تنتصر عليهم خلينا أقول لحضراتكم أنا في حياة الشخصية أصلا أيضا رأيت رأي العين انه تبدأ في التجاهل المقصود ثم السخرية ثم العمل والإنجاز ثم الانتصار في النهاية تضحك في النهاية في الآخر البلد دي اشتغلت حصل تجاهل في البداية كنا بنروح زيارات لدول مش مهتمين بينا بعد شوية السخرية وبيغزوها والإخوان وغير الإخوان وغيره شوان بعدين احنا شغالين في مرحلة الشغل بدأوا ينتبهوا ايه اللي بيحصل ده الناس دي بتعمل حاجة كويسة جدا بعد شوية انتصر وانتصرت الحمد لله ترجمة نانسي قنقر